حينما يكون العقاب قاسيا يكون الصراخ عاليا هكذا هو حال الميليشيات الحوثية التي تروح تحت وطأة ضربات التحالف العربية الموجعة التي تقضي على أي أحلام للانقلاب على الشرعية في اليمن صراخ الحوثيين حاولت إيران الدعمة لهم مداواته عبر مد تلك الميليشيات بالسلاح والعتاد وهو ما كشفت رويترز الحلقة الحديثة منها فعن مصادر مطلعة ذكرت رويترز أن الحلسة الثورية الإيرانية بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين حلفائه وقال مسؤول إيراني كبير إن عمليات التهريب تشمل أجزاء الصواريخ وبطاريات الإطلاق والمخدرات إلى اليمن عبر المياه الإقليمية الكويتية وهو ما نفته الخارجية الكويتية وتؤكد مصادر غربية أنه على مدى الشهور الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على حضر نقل الأسلحة وفي هذا المسار تنقل سفن إيرانية عتادا إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج حيث تواجه تطقيقا أقل وكشف تجار تهريب أن المياه العراقية المجاورة تضم أيضا العديد من الخلجان الصغيرة والمهجورة تتيح فرصا لهذا النوع من الأنشطة السرية الإيرانية